رفض شعبي في قطر لتوجهات النظام الخارجة على الأعراف وثقافة العربية والإسلامية سمحاء من خلال الانفتاح على المثليين والسماح بإعلان ميولهم وممارسة طقوسهم مواطنون قطريون بيّنوا استنكارهم الشديد لهذا النهج القطري الذي يعد انتهاكاً لأعراف وثقافة المجتمع هل بإمكان المثليين القدوم إلى قطر وممارسة حريتهم بأمان؟ نعم بإمكانهم أن يحضروا ويعلنوا ذلك خروج عن العرف والفطرة نهج يشرعنه النظام القطري دخيل على عادات وثقافات مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي لم يقبل الشعب القطري أن ينسلخ عنها وعبر عن رفضه لكل أشكال دعم المثلية التي وافق عليها النظام في قطر لخطب ود المتنفذين والمسؤولين عن قرار استضافة قطر لكأس العالم الموقف القطري الرسمي يؤسس لواقع ثقافي جديد بعيد كل البعد عن أعراف وعدات المجتمع القطري المحافظ والذي لم يقبل يوما أن تتم المتاجرة به من أجل تحقيق طموحات المسؤولين القطريين باستضافة كأس العالم مهما كان ثمن ذلك والحكومة يتدور ليرضي الغرب والديمقراطية لكن السجون المسلمين وظلمهم ما فيها كلام ما يتدور له لأن الناس لا يطالبون بحقوقهم يطالبون بالعدالة ويطالبون بعدم افساد مجتمعهم منهم وفيهم خروج عن القيم الإسلامية السمحة وانسلاخ عن العادات والتقاليد العربية الأصيلة وشذوذ عن الفطرة الإنسانية قولا وفعلا هذا ما تبناه النظام القطري نهجا وعملا لتحقيق أهدافه ضاربا عرض الحائط الدين والأخلاق والرفض الشعبي الكبير ترجمة نانسي قنقر